اذا الفرضية ما هي مجموعة ظواهر تحتاج الى تفسير سواء في العلوم الطبيعية او في العلوم الدينية تحتاج الى تفسير تفسيرها ما هو واحد اثنين ثلاث يعني التعارض خلينا ندخل في علم الاصوف التعارض بين لا اما واقع او لم يقع شو تقولوا اصلا كتابه التعارض مولانا حجمه خمس مجلدات مولان هذا من اين نشأ لان الروايات التي وصلت الينا ما هي متعارضة هذه فرضيتها تثبت العصم لو تنفي العصم ما ادري واضحي ولا ولهذا انت الذي تقول لا معصوم لابد تحل مشكلة شنو هذا التعارض وهذا الذي نبحثه في علم الاصوف اما الاخر ماذا يقول يقول عزيزي هذا تكلف بلا داعي هؤلاء مجموعة من العلماء المجتهدين فمن الطبيعي ان ماذا يختلفون بلا تأويل ولا تكلف ولا اي مشكلة انتهت القضية ما ادري واضحي ولا وهذا الذي يقوله الشيخ الطوسم لا طوسم في مقدمة لا التهذيب ما له مقدم مواشا اريد ابين اعزائي هاي الفرضيات جدا مهمة واطمئنه ان الفيلسوف هو الذي يستطيع عندما ينظر مجموعة ظواهر متناثرة يضع لها شو ها فرضي اذا ما عنده قدرة مولانة عالم لو معالم لا معالم هذا ولا فيلسوف ولا مفكر المفكر هنا تظهر الملكة الملكة ملكة الاجتهاد تظهروا هنا تريد تعرف انت صاير مجتهد لو ما صاير مجتهد هنا امتحن نفسك انه مجموعة ظواهر دينية طبيعية انسانية معبر عنها تستطيع ان تجد لها شنو جامعا مشتركا او لا هذا الفيزيائي اللي كان مشلول وتوفي اخيرا شاسمه بلي احسنته هذا كان يقول اكو الثلاثة قوانين عامة فيزيائية تحكم نظام شنو الوجود جعل كل عمر انه كيف يمكن ان يجد قانونا واحدا شنو يعني فرضية او فرضية تجمع جميع القوانين قانون واحدا ولهذا اعزائي ارجع واقول يمكن تحذير هذا القامل قام به من قام به من شنو دارون دارون عندما وجد الانواع تتعداد اصلا هو نوع واحد افترض هذا القرد ولكن احتى تحت عنوان القرد عندك مائتين نوع الانسان عندك مائتين لون لغة واخلاق الى اخري مع انهم كلهم ما هو انسان ايه لماذا لدي تنوع هذا اعطى فرضية ثم هو في عقيدة من خلال الشواهد استطاع ان ينقلها من فرضية الى ماذا الى نظرية يعني اقام عليها ادلة خلي اعيدها اشتركوا في القناة